قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا النهاردة عن سبع أشخاص بيتورطوا في قضية اختفاء بنت وده في سبب طماحهم فلترى يحصل إيه معاهم ده لا نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش لايك وسبسكراب وشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع مقابلة هلموني باهوانغ اللي عاوزت تسمع كلامه وبلش تقابل دايوك من تاني وبيروح يعددها عشان هي بتكون مرعوبة ومش عارف هويته أصلا وبيضربها وده وقت ما دايوك بيكون بتبحها وبيجي يضربها على طول ولما بيكونها تخنق معاه هلموني بتيجي وبتضربه وبتمثل في انها بتحب هوانغ وعيزاي بيد عنها وبتعتزل الهوانغ على اللي حصل وبتحذر دايوك من الزهور قدامها من تاني وبيمشي هم الاثنين وهوانغ بتعصب جدا فان بتكون عيزاي بيد عنها علشان ده أحسن ليهم هم الاثنين وهوانغ بيتبحهم هم مشين وبيكون بيكره ديوك جدا فانغي بيقابل جيوم وبيعرف انها مدوسة اللي بتساعدهم بعدما شافت فيديو كي ودميه وبتعرف انها بتتعاقب ومش محتاجه مساعدته خالص عشان يا جيوم صاحبة القلب القاسي وبتمشوها بتيبكى على طول بس كانغي بيكون عاوزها تجاوبه انهي لأنقذتهم ولا لا وبتقول انها مش تنسى اي حاجة من اللي حصلت ولا قدقت وسائلت لكي عشان يخليها عايشة أصلا وان دي كان بداية كابوسة وانها حولت البطل قومي بس في اليوم دي عرفت لا معلمات عن لسو وازاي حول المجرم وازاي قتل دمي واللي شافت في فيديو خاص بقتل بنتها وانها كانت بتحاول دفع عنها حتى ويا بتموت وكانت بتفكر في الموت عشان يتستحق ده بس قبل ما تموت كانت لازم تيتي لكي وكانت شافته وان دميه بنته الحقيقية أصلا وقررت تساعدهم وكانت عايز تفضل حيا عشان تعرف تنتين من كي وانها يتتألم وتحس باللي حسه لسو وبيدفع عن بنته دميه وكانت بتحاول انها تقف من تاني وتتظهر ان ما فيش اي حاجة حصلت لها وقررت تتعاون مع وانغ اللي مقابل ما يساعدها هتدلت كتاكا بما فيه مقصومها في المقابل هتدى كل المعلامات عن شركة سيف وكمان هانموني وكان لازم تختار بنخير لقال لسو عشان تعرف تبقى مديوسة واتصرفت عشان كانت عايزة كل ينتين منها بس بعد كده عارفت ان ده حقها وهو اللي انتقام من ما السيولي اللي بيفضل يرن عليها ومددق على الآخر وبيعرف ان جموت مسك وكمان نمتشول بتموت المخدرات وبيتصدم ان يتشام بسوك احتيال وان لو الخبر ده انتشر فمش يعرف ياخذ المنطقة دي ويتكشف وبيعرف ان المدوسة بتتحالف مع دايكو كانغ وعاوزها يرشي الصحفيين بدل ما حد يعرف وبيتكون خطتها ماشية زماعية عايزة بالفعل وبيتكون فرحانة بشكل كبير فبنروح لتشي اللي بتروح للجيوم بعد ما اخذت منها المال وبتطلع وعايزة منها المال بتاعها وعلشان كانت بتطلع وبتعرفها فان لو عايزة مالها فتعمل لها كل حاجة وساعتها تشي بتعرف انها عايزة تنتين منهم اصلا وشايفة انها شريرة وعلشان كانت رجالة دي بتيجي وبتعرف انها عايزة حياة مش حياتها ولازم تعيش زماية فقيرة وتغرق في الديوم من جديد واصحابه الكروب بيجوا وبياخدوها بعيد وتشي بتفضل مناهرة على اللي حصل لها ومن هنا جيوم بتنتين من تشي وبتفرح جدا انها قدرت تعمل كده وخاططها مشى زماعية عايزة فبنروح دهيكو كانغ اللي بيكون كل واحد فيهم الداي بس كانغة بيعرفوا ان مدوسة هي جيوم وهي اللي ساعدتهم بكتر من طريقة وحتى في البيت وبسبب ده رجالات قزق جدا وبشوفوا في انها كدنا نمانة عشان تعمل ده بس دهيكو بيكون شايف ان الوقت عادة بسبب كل عملته وبيمشي فبيعد الوقت مع الاخبار عن جين مو وبيكون تصوته قل كتير وحتى جيوم بتكون حزفة كل حاجة خاصة بيها والكل بتريق عليها وعلى صورها في جين مو بما ان زواجه من بعده مزيف والجيوم بتتبع الاخبار وبتفرح وجيوم بتكرر حسف الحساب بعد ما شفت الهجوم عليها من تاني والحايا ان الجيوم بتجي ليهمهم من دايقين وبتعرفهم فانهم مش عاملوا اي حاجة ولو خد اي اجراء فكل خطته ما تفشل وشايفه ان اللي بيحصل ده بسبب ميدوسة وخايفين عن نفسهم وعاوزين يسجل جوازهم ويبقى حقيقي وعلشان كدام بتفكر جو في استخدامها الموني علشان الناس يصدقوها وبتكون بسجلة كل كلامهم ده علشان يعاز تنقذ نفسها بأي طريقة وشايفه ان الشر بيجيب شر اكبر منه فانا مسولي بيشوف اللي هوان غيعملوا والاخبار اللي نشرها وبيكرر يروح لهو مدايق وشايف انه مجرد تابع لميدوسة واللي بيصدمه ان هو ميدوسة علشان مش قادر يتحمله بما انه جونسوك وعاوز يخلص عليه وساعتها كيب يعرفه في انه ازاي يكون عارف كل ده وساكت وبينكر ان عمر ما يكون ميدوسة وده اللي بيأكد هوانغ علشانه بيقول عم جمع سونغتشين وشايف ان حتى لو اتلعب في اي حاجة واستغل لأسر الناس زي ما عمل في تيكي تاكا فاده حاجة مش كويسة بس اتحقق اهدافهم وبيعرض عليه انه يرد لأي حاجة من تسألتها لي وعلشان كاب يرفض يتعاون معاه علشان هو غدار وبيصرخ فيه وبيكرر يطرد مسيولي وبيديه اكتر والحال انه بيكون عاوز انتهي منه اصلا فنروح لها الموني اللي بتكون بتمثل معانا وكل كلامهم بيفاقرة بالله حصل في حياتها وبيتكون بيتعامل زي ماما كنا عايزين والحال انه بتكون مصورة ده وانه يتنشر اخبار اكتر عن هانا واللي بدعمها جيمو وعاوز ان تضمر البنت وحقيقة بتكون مش كويسة خالص حتى الطفلة متسابقة في حالها والغير اللي بيكون ماليها فبيعد الوقت وديك بيتقابل مع الموني وبيتدالها سلكي عشان تتواصل مع له وحصل لها اي حاجة وبيمشي وهوانغي بيكون متباحها ومتضايق من ده بشكل كبير وعاوز يوريها ومن اصلا فنروح لجو اللي ناوية تنشر اخبار وتنتيم من جيمو بكتر من طريقة اقوى من البنت اللي بيحبها في المقابل لما تشيل بيكونها يخرج بما ان دي اولته مليء واول ما بيطلع بيرن على الشيء واللي بيكون فنها مغلق وبيفكر في ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل وبيربط بين كل اللي حصل وان في حد بتحكم فيهم وبيروح جاري الماسولي بس بيوقفو رغم ان مع دليل معرفة من هي مدوسة وبياخدو يخرج بر الشركة على طول واول ما بيطلع جيمو بتاخد منه ده وبيتضيق منها وبتعرف انه نسى مكانه وبتاخدو تربطه وبيعرف ان هي مدوسة وبتعرف ان يتشيسى بيته بسبب راجل تاني وبرغم كده هو اللي سلقان عليها وعاوز يعرف مكانها برضه وشايفة في انه رخص جدا ولو قدت له عن مكانها بس مقابل ده يدها كل املاكه والهدف ان عاوز يشوفها في انه يقتلها بنفسه اساسا فبنروح لهوانغ اللي بيروح يضرب ديوك وبيكون عاوز يبقى بعيد عن هانموني بس ديوك بيكون متفوق عليه وبيعرف عنه ومش بيقتله ويمشى على طول رغم انه غدر اصلا وبيكون تعبان كتيره ومتدايق فبيعد اليوم معوانغ اللي بيبعز زور وهدية لهانموني وعاوز ترد عليه بس شايفة في انه عبيت وعلشان كاس يوم بتيجي وبتحط تعرف عن هانا اللي مش عارف ان شبهها ولا شبهك ايه وان الحقيقة السببف قتل امها اصلا وبتروح تقرأ لها الجواب اللي معاها من امها وانها ازاي جالت امها عشان قتلتها وبتقطع الجواب الاخير من امها قدامها وبتضمره وده مقابل لعملته وبتخليها تحس بالزنب وبتبكى اكتر وحقيقة هانموني بتكون بتكره الجيوم بشكل كبير فهي ناتشي بتكون موجودة في المكان ده وبتطلب ومساعدة بس هنا في شخص بيجيلها واللي بيكون تشوله مع سلاح وبيواجه في انها ازاي تخلت عنه علشانه كان بيحبها جدا وبرة ما جدا تخلت عنه وخانته ومن هنا بتعرفه فنس تحق الموت منه وبيكون مده جدا وبيقرر يقتلها بس مش بيقدر يعمل ده فيها اصلا وبيبكون ما الاثنين ومش عارف يقتلها علشانه وحبها بجد وبتتأسف لي علشان هي ظلمته وبيكونوا بيحبوا بعض اصلا فهي نروح مقابلته وانغب هانموني وبيعتزل لي على اللي حصل وانها يتغير وعلشان كابت سامحه وانه يحقق لها اي حاجة يعيزها طالما انها مش هتكذب ويتكون قد القواعد ومش هتقابل دهيوك فهيكون معها على طول ومن هنا بتعرفه باللي سابه لها مبارح وبيستغرف ان ده حصل وانها قلت الصراحة ويتسمع كلامه مقابل ده يخليها تدت لجون بيدها اصلا فنروح لجو اللي بتروح لها نوية عند جين مو وبتكون حزنة جدا وزيو بتدعمها بكتر من طريقة بس بتعمل ده علشان تودها في ملجأ وبيكون جين مو رافو يتخلى عنها ولما بتخنقوا بتكون مش عاوزهم يعملوا ده وبيبقوا بشكل كبير وبرغم كده بيكرر جين مو انه يحل اي حاجة علشانها وبالفعل بيروح للصحافة وبيثبت صحة المعلومات اللي عنه ولا لا وانه اشتغل في حنف الاول وشايف ان ده ما يقللش منه ابدا وهوان غيمتبعه وشايف انه بيقول كل حاجة ما عايزينها وبيكرر ينشر اخبار ومن هنا بيجي تحذير برنامج سيف وبينشر تسجيل جو وانه جوازهم مزيف وانه كل حاجة بيعملها تتضمر وده وقت ما كانوا بيتخنوا اصلا وبيتصدموا وكمان ما سولو مش عارف وامتى قال الكلام ده ولا يكون ده تزيفه وكمان وبيعرف ان الجيوم هي اللي عملت ده وبيعرف وقتان ان الجيوم هي مدوسة وكي بيتصدم علشان يا زاي تكون خداعاته كل مدة دي وجو بتكلم جيوم اللي بتددها باطفالها علشان اما لازم يلاقوا اللي امو ما عملتهم وبيتخالها تجري على طول البيت وبيتروح تجري هي وجموه للبيت علشان اتقات اطفال هناك فبيروحوا لعربية وبيكونوا متضايقين بس استواء بيكون عامل غاز تقدير لهم اصلا وبياخدهم لبعيد فبنروح لتشول وتشي اما بيشربوا وبيعرفون فان الجيوم هي مدوسة ومش بيكون معاهم غير الديون اللي بيجي لهم اصلا فالجيوم بتكون عندهوانغ وبتتخلص من الاربعة وليس كده مسيولي اللي بيفكروا ازاي يمسكوه وعلشان كاب يعرفه في ان يبدل هلموني بدايك وعاوزها تقتله علشان هو مدايقه وبيحب هان اصلا فبنروح يدايكه وكانغ اللي شايفين اللي بيحصل وبيلاقي في ان هلموني في خطر وبيروح عشان يلحقها فانا كاب يوصل لبات جيوم وبيدور عليها وبيشوف المغبط بتاعها وخططها وكل حاجة بتعملها وبيتضيق من كل خططها دي بس انها يبتيجي وبيكون عاوز يموتها وعلى اخر اللحظة في الخناء اللي بينهم بتضربه وبتخليهم عليه وبتخليهم ساعدينها ياخدوه على منطقة جيكوك وده نفس منطقة قتل دميب انتهى فبنروح يديهيوك اللي بيروح جاريه في المنطقة دي بس هو ماشي بيكون في فخ ليه اصلا في حين انه كيب تكتب بالحديد واللي بيجي هنا يديهيوك وهوانغ وبيفضل يضرب فيه والجيوم مصورها اصلا وبيكون ديوك مبادل وبتكون عاملة كده عشان عامله مؤتمر وانه يتظهر اصلا وحعرفين الكل بيكون متجاهز والكل مترقب لفيلم الاعتراف اللي الجيوم عامله فالجيوم بتكون عند بقر مقتل بنتها دميب وبتكرر لمعربجة نفسها عن طريق بارك وهوانغي بيتبحق وفيديو ضرب ديوك بيوصل لكانغي من جيوم وبيلاير سالة منها وبيخاف وبيطلع جاري على طول ودوى معاتش فاضي غير ديئتين على فيديو الاعتراف اللي كل مستنيه فالانوار بتشتغل عن ديتشول اللي متكتفه مع جين مو ودوى متكتف برضو ومعامله للحراف الكرموزي في حين ان تشاو جوب يكونوا مع بعض وبيتصدموا كمان وكل واحد بيشوف ان ستة متحوطن في مكان واحد والجيوم هي رئيسة المكان ده وبتعرفهم في النوم هنا علشان هيموتوا وطبعا كل واحد بيعرف ان الجيوم هي اللي ورا كل ده ومش عايزين انهم يموت خالص وبيتصرع الخروج من المكان بس بيكون مع السلاح وبيتبين الكل عشان يشوفوها وبترحب بيهم في الحفرة النارية وبتبدأ تعمل وتقفل القوضة ده عليهم ومش عارف اذا بده يكفي ده والجزء بيخلص علينا فتراجعهم هتعمل فيهم ايه ده نعرف الجزء الجاي تابعونا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين